المرأة التي بنحقها أن تحقق مصيرها وكان حق رئيسي له خصوصية حقوق ذات خصوصية لنا الجميع لأننا اختار كيف نعيش حياتنا الآن دعونا نكون واضحين الصحة والحياة للمرأة في هذا البلد أصبحت الآن محل خطر لجنة القضائية ونائب الرئيس للولايات المتحدة قمنا بدراسة حالات لهذا بعناية وتأخذنا تأكيدات من المحكمة العليفية في هذه الحالة تحديدا ناقشنا هذه القضية وأنا أعتقد بأن كنا نتخذ القرارات الصحية فيما تعلق بالحفاظ على الحقوق الأصيلة لأعضاء الأسرة وللحفاظ على المجتمع هذا القرار في قضية معقدة للتوازن بين حق المرأة لأن تختار الحملة المبكر وأن تحافظ على هذا الحمل وتنظيم الحمل وكان هناك توافق في الأربعين معظم الأمريكيين هناك أمان وخلفية وجدوا بأن مقبول بأن يكون القانون يحفظ هذا الحق للأمريكيين وكان مبدأ دستوري تم نقض من قبل قضاء تم تعينه من قبل الديمقراطيين ولكن القضاء الذين تم تعينه من قبل رئيس جمهوري رئيس نيكسن ومنذ ذلك الحين ومرورا بأيزنهاور نيكسن وريغين وجورج دابليو بوش العديد من القضاء كلهم صوتوا لهذه المبادئ ثلاثة قضاء من رئيس واحد الرئيس ترامب في هذه المحكمة التي اتخذت قرار كهذا لتخلص من حق أصيل للمرأة في هذا البلد هذا القرار يخلط ويهدر جهودا بذلت على مدار عقود وأدركنا بأن هناك أيديولوجية متطرفة من قبل المحكمة العليا من وجهة نظري المحكمة قامت بما لم يقم به أحد من قبل قامت بانتزاع حق دستوري لحق أصيل للكثير من الأمريكيين كان معترف به منذ وقت طويل وله تبعات قوانين الولايات بشأن الإجهاد سوف تتأثر بدء من اليوم سيكون هناك عرضة لتعريض حياة الملايين من السيدات للخطر يمكن أقوبة المرأة للاعتناء بصحتها أيضا الأطفال الذين ينتجون عن الاختصاب كل ذلك سيكون له تبعات لقد شعرت بالارتباك من جراء هذا القرار تخيلوا أن يكون هناك امرأة تحمل طفلا بدون أي بدائل بسبب ذلك القرار الكثير من الحالات واجهناها الأمر قاسن المحكمة وضعت قوانين في الولايات بشأن الإجهاد منذ 1800 لقد عدنا إلى الوراء 150 عاما هذه خطوة حزينة